انا مكونش عارفين ان هي دي نوبة صرع تمام وفي افقار شائعة خاطئة بيننا كلنا عن نوبات الصرع الحقيقية تمام مرض الصرع يا انجي من الامراض الشائعة جدا برضو في المكتبع بتاعنا وللأسف واخد يعني نوع من انواع التقليل من الشأن شوي يعني الناس ما بتدلوش الاهمية الكبيرة او الاهمية اللي استحقها هذا المرض مشكلة مرض الصرع بقى ان هو في بعض النوبات الغير تقليدية لمرض الصرع انا النهاردة مش عايز اخوض قوي في كل التفاصيل الخاصة ببعض المرض لانضم الحاجات الكبيرة قوي على فكرة لتعمل له حال او اتنين وثلاثة واربعة ولكن انا عايز اركز على اهلنا واخواتنا انهم ما ياخدوا بالهم لو اللي هشوفه ده موجود عند ابنه فدي نوبة صرع لو اللي هشوفه ده موجود وشايفه قدامه في حد من قريبه خد بالك ان دي نوبة من النوبات اللي بتعمل مشاكل وبتبقى فيه خلل موجود فيه الكهرباء او النقل الكهربائي داخل مخ نتيجة سبب تاني ملاكش دعو بالسبب لكن يهمني اول نهاردة الاشكال انت تعرف تشوف تاخد بالك من الصورة ومن الحاجة اللي انت شايفها عشان تبقى عارف ان ده مرض يعني هو الانسان الطبيعي يشخص ان ده مرض صرع مش حاجة تانية احنا ده دورنا احنا دورنا ان احنا نوعي الناس مش دوري ان انا اقول له لو عندك كزا تعالى او تعالى لا 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 ده المشكلة ان الامراض دي يعني الامراض الاعداد اللي ما بتتعاليكش منها تتعدى التسعين في المية احنا دورنا ان احنا نوعي الناس بالتسعين في المية التانية دور لانه مش عارفين ان ده مرض صرع تمام نبدأ بالفيديوهات بتاعتنا بسرعة هنبتدل انا عايز ابدأ من اول يوم اه لحد السن الكبير الفيديو ده ده نوبة صرعية في السن الصغير جدا وده من اخطر انواع الصرع اللي ممكن تكون موجودة عند الاطفال احنا عارفنا زيار الشكل اللي انت شايفه ده الشكل اللي هو بحرك دي كتير والسرحان التوهان الولد مبرق مباحلق بيعنيه وده بتترفع بهذا الشكل اللي انت شايفه الشكل الغريب ده الانتفاضات او التشنجات الصغيرة دي السرحان يعتبر نوع من انواع الصرع فيه جزء الحد مركز يعني النوبة بتحصل هاي السرحان يا انجي بصوا كده بصوا ده الشكل شكل مختلف برضو لنفس المرض او نفس النوبة في طفل حديث الولادة ده في عنده تشنج شوفوا الشكل ده اهو ده ممكن يتكرر في الديئة الواحدة اكتر من 10 و 15 مرة نفس الطريقة دي نوبة صرع وده ده مرض من الامراض الخطيرة بالنسبة للسن ده وللأسف بيبقى معاه او مصاحب بالاخبطة في خلايا المخ كمان يعني في بعض الاوقات بيبقى معاه ده امور في المخ لقدر الله النوع ده بالذات في السن ده لو تعالج بسرعة ولو تلحق بسرعة الامور بتبقى كويسة جدا فننبه ونوعي عشان الناس تخب بالها من الشكل اللي هو شايفه ده وما ينكرش ان الولد عنده مشكلة وبعد شوية الامور على فكرة تتفاقم ونوصل لسنة واثنين وثلاثة وبعد شوية لاي ابنه تحاول الى شخص عنده الاخبطة عنده كارثة عنده اعاقة في بعض اللوايات تأخر في الكلام تأخر في النمو تأخر في التركيز ممكن حياة الابن ده تنتهي بنوبة من النوبات من بعض اللوايات ما انت شايفه الولد وقع وقع ثانيتين تلاتة وقامتين انا عايز بس ان امكن نقرر الفيديو ده تاني بس بسرعة كده يعني هو كان طبيعي وقف طبيعي وقع هو بيوقع هو الاسرة تيجي تقولك ايه ده هو بيشتكي يعني الشاكوى بتاعت الولد ان الولد ده بيوقع كتير يا دكتور مش واخدين بالو من الدين هو بتصرع لانها مش متعدة ايوه هي غير مستساغة يعني هي غير الناس ما تعرفهاش تاخدش بالها ان دينه بتصرع ممكن تكرر في اليوم عشر خمستاشر مرة ويقولك يا دكتور الولد مش جايز في حاجة بتوجعه مش جايز حاجة في رجلية مش جايز على فكرة في مشكلة عنده في ركبه دي الشكاوى اللي احنا بنشوفها لكن في الاخر نعمل رسموخ نشوف نتابع الولد نتأكد ان دي نوبة صراعية من نوعات صراعية الغير شائعة والغير معروفة والغير متدولة جدا اه اخطر انواع الصراع هو الصراع الغير مرئي بالشكل ده النوبة دي بقى من نوبيات الشائعة الصراع العادي بين اللي متعرف عليه اللي بيمر بطلب مراح مرحلة مقبل النوبة ومرحلة النوبة اللي احنا شايفينها دي اشرح مقبل النوبة ايه وما بعد النوبة ايه دي مرحلة النوبة تقلصات عضلية جدا الجسم بيفك ويرخي artificial وشخص غايب عن الوعي وهتلاقيه شريفه زرقه وبينزل رغاوه من بقه وهنين برقه بالشكل انت شايفه ده دي النوبة الصراعية اللي ممكن تكون ده دي المعروفة من ديئتين لخمس دقايق وبتختفي قبلها الشخص بيبقى غير طبيعي قبلها عشر و خمسطوش ديه بيبقى غير طبيعي ممكن تبقى قبلها حتى بدئتين ثلاثة يعني هتلاقيه بيعمل حركات غريبة شوية انجي هتلاقيه بدأ يبقى يبقى حلق فيه قدامه تركيزه قل قوي بدأ يعمل حركات بوشه حركات غريبة يقعد يمصبص شفيفه كده بطريقة غريبة يحرك في ايديه يعمل حركات بايديه بدون ما يكون مدرك هو بيعمل ايه تكلميه ولا كأنه معاكي تحاولي تلفت نظره لأي حاجة واقف ثابت فاصل عن الدنيا بدأ يشم في بعضهم يشم حاجات غريبة يعني كأنه شم حاجة مش موجودة او سأم حاجة مش موجودة فدي ما قبل النوبة ما بعد النوبة هتلاقي بعد ما النوبة دي تخلص ينام يفضل نايم فترة مثلا نص ساعة او ساعة مرهق يحس ان هو تعب جري كأنه راح في حتة ومشوار كبير جدا ورجع او ساعة افي من الضو circular او ساعة افي من الضوث